اشتركوا في القناة لتحسين صحة البشر والحديث أكثر يكون معنا الآن الدكتور غازي السراج اختصاصي أول طب الأم والجنين والسونارات المتقدمة في الحمل حياك الله معنا اليوم في برنامج مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم والله يحييك ويعطيكم العافية على هذه الاستوافة ياهلا ومرحبا فيك دكتور حياك الله منورنا ومشرفنا بالبداية أنا بيك تشرح لنا والأستاذة المشاهدين عن المقدمة اللي قلناها شنو إيهي الخلايا الجذعية الجنينية بسم الله الرحمن الرحيم الجذعية هذه هي أو الخلايا الجنينية هي الخلايا اللي الحين ما تكونت الخلايا الجذعية هذه اللي قوها بكثرة موجودة في طبعا في المشيمة في الحبل السفي الدم اللي موجود في الحبل السفي طبعا نسبة لأن الجنين هذا كتوه قاعد يتكون بداية أول ما تتكون البويضة تتلقح بالحيوان المنوي تتكون أول خلية في الإنسان تبتدي هذه الخلايا تنقسم تنقسم للحين ما تشكلت فهذه هي تعتبر جزء من الخلايا الجذعية قبل ما تبتدي تتشكل إلى الأعضاء الجنينية لا سواء القلب المخ الكبد الأعضاء كلها الجلد الجميع الأنسجة والعضلات بعد الولادة يكون للحين في كمية متوفرة من هذه الخلايا الجذعية موجودة في الدم المتواجد في المشيمة في المشيمة نفسها في الحبل السفي فمن هنا هذا المكان الذي تجمع منه دائما الخلايا الجذعية دكتور أنت ذكرت بالتفصيل عن هذا الموضوع الخلايا الجذعية الجنينية وين يمكن أقدر أحصل على هذه الخلايا أنت ذكرت بعض الموضوع المتكلم فيه بشكل عام بالتفصيل أكثر يعني القصد كوين نحصل الخلايا هو موجودة في كل الأنسجة موجودة يعني تتراوح تلاقي أماكن تلاقي ممكن تحصل منها كميات أكثر من أماكن يعني أكثر مكان صعب تحصل منه الخلايا الجذعية هو البنكرياس ما تقدر تحصل منه النخاع العظمي ممكن تحصل منه خلايا طبعا مثل ما قلنا الجنين المشيمة والحبل السري والدم والحبل السري ممكن تحصل منه خلايا جذعية بس الخلايا الجذعية المشيمية طبعا لأن أنت كل ما تحصل أكثر كل ما يكون الاستخدام أحسن فأنت تتبق كمية كبيرة لأن تعتمد على أن أنت تزرعها تتكاثر والكلام هذا عساس أن أنت تقدر تكون هذا السؤال الذي يطرح نفسه ما هو فوائد الخلايا الجذعية الجنينية دكتور الفائدة أنها ليه الحين ما تشكلت يعني خلنقول مادة خام مادة خام وهي حسب التجارب التي صارت أنه لم يحقنوها في أماكن معينة لقوها قاعدت تتشكل على هذا الشكل يعني حاليا مثلا يعني يعالجون فيها مثلا سرطان الدم عند الأطفال يعني السرطان الدم هو مصنع الدم النخاء العظمي لما المصنع هذا يخترب وتبتدي اللي هو في حالة سرطان الدم لقوا أنه لما يحقنون هذه الخلايا الجذعية يتم العلاج نهائي يعني الشفاء تام يصير يختفي نهائيا السرطان ويرد نسبة الدم طبيعية والإنسان يعيش أو الطفل يعيش عيشة طبيعية فمن هنا بدأوا يعالجون بعض أنواع أو بدأوا إلى نسبة ما بدأوا يعالجون شوية السكر النوع الأول اللي هو البنكرياس فيه ما قاعد يشتغل فيحقنون الخلايا الجذعية تبتدي بدأ شوية ينتج ماذا كثير ممكن تعيش الخلايا يعني كثير يقدر الإنسان يحافظ كل هذا الحين تجارب يعني فيه السرطان الدم ويكون علاج تام بس فيه الأشياء الثانية كلها أغلبها تجارب طبعا يعني مثلا وفيه تجارب انجحت على الحيوانات بس بلاي الحين ما انجحت على الإنسان مثلا مثلا علاجات القلب يعني قنوح بعض الحيوانات اللي عندهم عضلة القلب تعبانة لقوا ان تحسن العضلة القلب شغلها تحسن بس ما لقوا هذا الشي في الإنسان ما صاف في الإنسان إذن دكتور هذا الموضوع المهم اللي انت قاعدت فيه سادة المشاهدين نتكلم عن آخر التكنولوجيا والتطورات والأجهزة اللي خاصة في هذا الموضوع شون هي آخر تطورات وصلها علم الأجنة هو حاليا هو متاهة بابها واسع اللي قاعدين يسوون فيه الحين أن يحاولون يعالجون بعض الأمراض اللي طبعا ممكن أن لو جددت الخلايا مالة الأنسجة تلاقي أن المرض هذا تعالج أو تشافه مثل مثلا لو نفس ما قلنا مصنع الدم بالنقاع العظمي أو البنكرياس مثلا إذا موشقال لقوا تحسن عندهم مثلا مرض الرعاش أو الأنزهايمر هما لقوا تحسن من الشلل الدماغي لقوا اللي عندهم شلل كامل في جسمهم بدأوا حركة الأصابع بدأت تتحرك عندهم حتى اللي عندهم توحد لقوا أن رسوماتهم بدأت أن تتحسن وصار شكلها أحسن عندهم هذا الحاليا اللي قاعد يسوون الكرونز مرض الكرونز قاعدين يحاولون أنه حتى لقوا لا تحسن مع الخلايا الجذعية هذا وقاعدين يحاولون أن يتوسعون فيه النظرة المستقبلية هي أنهما يسوون منها أعضاء بشرية هذا طبعا ليلحين ما توصلوا أنه من هذه الخلايا يحاولون أنهما بدأت لا أروح أخذ كلية من أحد ثاني عشان والله أنا محتاج كلية لا منها الخلايا الجذعية التي نفسها كونت مثلا كلية الجنين هي نفسها أنا ممكن أن أخليها تكون لي كلية بس بالمختبر بالمختبر وانقلها فحزت هي تصبح كليتي أنا بس أنها يديدة توها يعني يديدة فاش توها طالعا طيب دكتور بنروح حق موضوع آخر وهو مبعيد بس يعني يخص نفس الشي الجنين متى أفضل وقت لولادة الجنين هذا شديد لأنه عند الولادات الحين فأحسن أحسن وقت عادة يعتمد طبعا كلنا نتبي الحمل 40 أسبوع 40 أسبوع هذي لي اللي هو نقسمهم أشهر طبعا الشهر الأول الثاني التاسع طبعا هو علميا لا يوجد شيء اسمه أشهر يعني هو مفوض نشغل كله بالأسابيع فأفضل وقت طبعا لولادة الجنين هو الأسبوع التاسع والثلاثين حسب الدراسات التي تمت مؤخرا خلال تقريبا 8 سنين 7 سنين التي طرفوا كان أفضل وقت لولادة الجنين هو الأسبوع 39 وثلاثين حتى أحسن من 40 يعني مو لازم تكمل شهر ليش السبب من هذا دكتور ليش الأسبوع التاسع والثلاثين بالضبط يعني يعني شاف هو يوم مقارنات يعني لما يسوون الدراسة يقرنون بين الأسبوع التسعة وثلاثين الأسبوع الأربعين الأسبوع الثمانية والثلاثين الأسبوع وثلاثين اللي هو العاشب العامية يقرنون الضغط والزلال والكلام هذا. فلما يفعلون المقارنات هذه كلها لقل أن أفضل وقت أقل نسبة مشاكل على الأم والجنين كانت 39 أسبوع. في بعض الأخوات الحوامل تروح للدكتور وتقول له تطلب مننا أنا أبي ولادة قيصرية شنو أفضل؟ الولادة الطبيعية أم القيصرية؟ مع أننا نقوائد حين منتشر في العالم وفي الدول المتقدمة القيصرية. يعني منتشر في العالم القيصرية. ما بيأقول في الدول المتقدمة. للأسف يمكن في دولنا وايد القيصريات. منظمة طبعا الإجابة سهل. إجابة بكل بساطة الطبيعي أحسن 100 مرة من القيصرية. ما فيها نقاش. منظمة الصحة العالمية لما حطت أن كم نسبة القيصريات مفروضة تكون في أي مركز طبي للولادات لازم ما تتعدى 23% فأنا لما أدخل المكانة أو أدخل المستشفى. ولكن نسبة القيصريات عندهم أكثر من 23% يعرف أنه في شيء غلط في المكان. فيه النظام المتبع ليس هو النظام على أسس العلمية الأخيرة أو اللي مفوضة أن يمشون عليها. لأنه مفوضة أنه ما تتعدى 23% للأسف. للأسف هنا طبعاً النظام اللي يمكن اللي احنا فيه ساعد أو التغيرات اللي صارت الآن؟ الثقافة المجتمعية هم من تساعد. الساعات عندنا بالثقافة ممكن ندور على السهل أو الشخص يريد الأسهل يريد الأسرع. فعشان لابد من الغيصرية فعشان تصير مرات أمور يعني ظروف خاصة وطارئة لحالة المريضة أو الأم؟ بالضبط وعشان هم قالوا ما تتعدى 23% فهم هم حطول النسبة اللي فيها أي فيه ناس رح يحتاجون غيصرية أكيد والغيصرية أكيد تنقذ الكثير في الأوقات تنقذ الأم وتنقذ الجنين ولكن السؤال هو هل أروح أسوي غيصرية بدون سبب أو هل أتهاون في أن أنا أقول يلا قيصرية عشان أخلص طبعا هذا شيء ما يريد طبعا الدكتور غازي السراج أنت قدمت معلومات قيمة لسادة المشاهدين شكرا لك على وجودك معنا اليوم الله يخليك وشكرا لكم حياك الله وياهلا ومرحبا فيك دكتور شرفتنا ونورتنا وشكرا على وجودك وحضورك المعلومات القيمة التي قدمتها في ختام اللقاء نشكر الدكتور غازي السراج اقتصاصي أول طب الأم والجنين والسنارات المتقدمة في الحم مشاهدين الأعزاء سنطلع فاصل ونرجع نستكمل معكم بشوارنا اليوم في مساء الخير يا كويت